السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيدة بلقائي بكم مجددا في هذا الفيديو دائما في إطار الحساب السريع اليوم سوف نتعلم كيف نضرب عددين أحدهما أصغر من مئة والآخر أكبر من مئة طريقة هي كالأدي كي نصل إلى مئة يجب أن نضيف أربعة إلى ستة وتسعين وبعد مئة لدينا اثنان يعني الفرق بين مئة ومئة واثنين هو اثنان بعد ذلك سوف نضرب أربعة في اثنان أربعة في اثنان تساوي تمانية نطرحها من مئة إذن مئة ناقص تمانية هي اثنان وتسعون نكتب اثنان وتسعون هنا بعد ذلك نأخذ ستة وتسعون زائد اثنان ناقص واحد يعني ستة وتسعون يعني ستة وتسعون زائد اثنان تمانية وتسعون ونطرح واحد يعني سبعة وتسعون أربعة وتسعون كي نصل إلى مئة يجب أن نضيف ستة وهنا مئة زائد ثلاثة أعطتني مئة وتلاتة إذن ضرب ستة في ثلاثة هو تمانية عشر تمانية عشر أطرحها من مئة يعني أقول مئة ناقص تمانية عشر هذا الفرق يعطينا اثنان وتمانون بعد ذلك أربعة وتسعون نضيف له ثلاثة هذا العدد الذي يوجد هنا في الأعلى ثم نطرح واحد يعني أربعة وتسعون زائد ثلاثة سبعة وتسعون ناقص واحد ستة وتسعون بطريقة جد سهلة هنا الفرق بين خمسة وتسعين ومئة هو خمسة ومئة والسبعة هي مئة زائد سبعة إذن نكتب هنا سبعة ضرب خمسة في سبعة خمسة وتلاتون الفرق بين خمسة وتلاتين ومئة هو خمسة وستون يعني مئة ناقص خمسة وتلاتون أعطتنا خمسة وستون هنا نأخذ خمسة وتسعون نضيف لها سبعة ثم نطرح واحد إذا أضفنا السبعة سوف أحصل على مئة واثنين مئة واثنين ناقص واحد هي مئة وواحد العملية الرابعة الفرق بين مئة واثنين وتسعين هو تمانية وهنا تجاوزنا مئة بتسعة الضرب تمانية في تسعة هو اثنان وسبعون اثنان وسبعون إذا طرحتها من مئة سأحصل على تمانية وعشرين نأخذ اثنان وتسعون دائما العدد الأصغر من مئة هو الذي أشتغل بي اثنان وتسعون أضيف له تسعة ثم أطرح واحد إذا اثنان وتسعون إذا أضفت لها تسعة تعطيني مئة وواحد مئة وواحد أطرح منها واحد هي مئة تمانية وتسعون كي أصل إلى مئة يجب أن أضيف اثنين مئة وخمسة تجاوزنا مئة بخمسة عرفنا الآن القاعدة في الوحدات والعشرات اكتبوا جداء خمسة في اثنان مطروح من مئة يعني خمسة في اثنان عشرة عشرة أزيلها من مئة الفرق هو تسعون نمر لثمانية وتسعين نضيف لها خمسة سوف تعطيني مئة وثلاثة مئة وثلاثة أطرح منها واحد سوف تعطينا مئة واثنان وهكذا نكون قد أنهينا هذه الجداءات هذه الطريقة تصلح في جداء عددين أحدهم أصغر من مئة والآخر أكبر من مئة أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم وتشجيعكم من مستمر لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب وإذا كنتم لأول مرة تتعرفون على القناة شرفونا بالاشتراك بالضغط على زر الاشتراك تفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد أتركهم في رعاية الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر